طبعا اليوم سؤال الامتحان كان بتحية موجهة إلى دولة قطر الشقيقة نتيجة التنظيم الرائع والرائع جدا لبطولة كأس العالم ورغم خروجها اليوم وعدم صعودها إلى دورة الست عشر ولكن ذكرى التنظيم المميز لهذه البطولة سيكون عالق في أذهان الجميع أكيد كل ما رح تذكر عام 2022 سوف يذكر التنظيم قبل ما يذكر الفائز في هذه البطولة إذن تحية إلى كل المنظمين في دولة قطر وسؤال الامتحان إذا كانت الـ F of X تساوي X تكعيب ناقص 4X تربيع وكانت الـ F مجالها كي 2 ومجالها المقابل هو R وهذا اللي سولفناه بالدرس الماضي يعني ممكن يقول لي بالفترة الفلانية بالفترة كي 2 ومرة يذكر لي هذا الرمز إذن هذا قلنا يمثل مجال وهذا يمثل مجال مقابل السؤال هو مستنبط من سؤال الكتاب وسؤال الكتاب كانت الفترة هي صفر B إذن هنا المجهول سويته معلوم والمعلوم سويته مجهول ويريد مني إيجاد قيمة الكي إذن رح نحاول أن نشرح تفصيل حل هذا السؤال ومنه رح يشاركنا في هذا الحل نبدأ بمريم قاسمة فضلي نعم أستاذ بما أن الدالة تحقق مبارنة القيمة المتوسطة فإنها مستمرة وقابلة للإشتقاء سؤالك على الاستمرارية قابل الاشتقاء لو ما سؤالك دعم مو إلا يعني ماكو داعي لأنهن أخذنا ملاحظة إذا كانت الدالة هو يقول لي تحقق رول أو تحقق القيمة المتوسطة فلا حاجة إلى ذكر شرطي الاستمرارية وقابلية الاشتقاء إذن مباشرة بما أن الدالة تحقق مبارنة القيمة المتوسطة مباشرة رح يحجي هذه الكليشة توجد قيمة واحدة على الأقل سي تنتمي إلى الفترة المفتوحة أي بي تحقق ميل المماس يساوي ميل الوتر زيان هس هنا وراء هاي العملية ش رح أسوي رح أطلع ميل المماس يعني رح أشتقل دالة شنو المستقاء نعم أف برايم للأكس يساوي 3 أكس تربيع ناقص 8 أكس إذن هنا المشتقاء أف برايم للأكس هو ثلاثة أكس تربيع ناقص 8 أكس وبعدي أعوض كل أكس بسي فأف برايم بسي يساوي ثلاثة سي تربيع ناقصا 8 أكس زيان أسمي هذا ميل المماس لو عندي بعض إجراء بعد لازم أعوض قيمة السي أم مكان السي رح أعوض 2 على 3 شقد طلع الجواب عندك آخر شي سالب أربعة إذن معناها رح أقول أف برايم للأثنين على ثلاثة رح أجي أعوض أم مكان السي 2 على ثلاثة رح يصير ثلاثة فيه أربعة على تسعة ناقص 8 فيه 2 على ثلاثة أبسط طلع الجواب سالب أربعة هذا سميته ميل المماس زيان شكرا إليج احسبنا هنا ميل المماس وأريد أحسب ميل الوتر علي حيدر شو تقول استاذ أوش أن نعرف ميل الوتر ما خلال القاعدة ما القنون دوسط نعم أفل البي ناقص أفل الأي على بي ناقص من هو البي ومن هو الأي البي اللي هو الاثنين والأي اللي هو الكي الكي إذن معناها رح يصير أفل الثنين ناقص أفل الكي على ثنين ناقص كي أكيد أبد ما ننسى بأن التعويض يكون بالمعادلة الأصلية وليست بالمشتقة إذن هنا أفل الثنين أروح للمعادلة الأصلية أعوض مكان الأكس ثنين وأفل الكي أروح للمعادلة الأصلية أعوض مكان الأكس كي إذن أبد ما أنسى بأن هذا الثمانية ناقص ستة عشر هذا السالب ثمانية وهذا السالب لازم ينظره بمرة بالأول ومرة بالتانية زيان هنا عادي صار عندي ميل وتر وصار عندي ميل المماس وراها ش راح أسوي يساوي ميل المماس بميل الوتر إذن راح أساوي ميل المماس وميل الوتر ورا ما أقول هذا يساوي هذا ش راح أساوي وراها أخذ طرفين وسطين أكيد إذن رح نقول طرفين يوسطين إذن صارت عندي هذه المعادلة شلون حلية هذه المعادلة أستاذ السلم ثمانية وزاد أربعة كي تربيع وزاد أربعة كي تربيع الكي هي تكايف بشها وصفر مجدد تكايف بالطرفين هذا أربعة كي وهذا أربعة كي تربيع هنا دير بالك لازم أجي صفر المعادلة إذن هنا شكراً إليك علي أمير سعد شو تقول شنو تكمل هنا نعم أستاذ أنا قلت السالب كي تكعيب وزاد أربعة كي تكعيب للطرف الآخص كي تكعيب ناقص أربعة كي تربيع زاد أربعة كي زاد أربعة كي يساوي صفر يساوي صفر يساوي صفر وهي هاي القيمن يريد هنا نعم أو بعدها إذن نطلع بالتجربة أو بشسمة نسويها قوس مرفوع للتربيع نعم تهما إذن معناها أما كي تساوي صفر أو كي ناقص أثنين تربيع سويتها مربع كامل اللي يساوي صفر إذن كي تساوي أثنين تهما ليش هملت الثنين وقبلت الصفر ليش هملت الثنين وقبلت الصفر لأن أستاذ أدم الطيني الفترة كي ثنين ما يصير الفترة تكون ثنين بثنين وقيمة C هي ثنين على ثلاثة إذن معناه أكيد الثنين على ثلاثة لازم يصير بداخل الفترة المفتوحة إذن معناها الكي الحقيقية هي صفر إذن هذا السؤال مستنبط من سؤال وزاري يعني الأسئلة الوزارية ممكن هي شي يغير لكم يعني مو فكرة كلش قوية فكرة طبيعية جدا ولكن أسلوب حل المعادلة شوية أصعب من طريقة الكتاب شكرا لكم ومباشرة نبدي بالمحاضرة